اشتركوا في القناة بتقدم الروبوتات الوجبات لجمهور وغيرها من الامثلة الحقيقة ان مؤسس شركة فيلنت للذكاء الاصطناعي روب كاربنتر وضح ان التطوير مستمر كل لحظة في مجال الذكاء الاصطناعي وحظر ان ملايين العاملين في مجال الوجبات السريعة هيفقدوا وظائفهم في الفترة بتتروح من 5 ل 10 سنوات وده بعد ما تحل محلهم الروبوتات طبعا تطور الذكاء الاصطناعي هيسمح للمطاعم باستبدال البشر بروبوتات بيشتغلوا في مجال الوجبات السريعة وهذا الامر بالتأكيد لحظة فاصلة بالنسبة لذكاء الاصطناعي علشان يحل محل البشر في وظائف موجهة للمستهلكين خاصة ان المطورين بيسعوا لجعل الذكاء الاصطناعي عنده قدرة على البيع بشكل افضل من البشر لو جينا نتخيل او نشوف التطور اللي وصله الذكاء الاصطناعي في مجال الروبوتات في روبرت اسمه هولي تابع لشركة فيلنت بيقدر يتفاق على الموظفين البشر وبيقدر يستلم اكتر من مليون طلبية بدون اي اخطاء وكمان بيعمل الان مع مطاعم كبرى اللي هي مطاعم الوجبات الجهزة العديد من كبرى مطاعم الوجبات السريعة بدأت تستخدم بالفعل حاليا الذكاء الاصطناعي في عدد من الدول ده بالاضافة الى ان سلسلة مطاعم من كبرى شركات المأكلات السريعة حول العالم كله عملت شراكة مع جوجل من اجل احداث ثورة من خلال الذكاء الاصطناعي وهتستخدم برنامج تجريبي للذكاء الاصطناعي علشان تتحدث مع العملاء العملاء عفوا وتتلقى طلباتهم وتبسيط عملية الدفع من خلال الاجهزة المحمولة وهتسمح للروبوتات باعداد وجبات الطعام كمان تقرير الجولدمن ساكس صدر في 26 مارس الماضي توقع ان تطور الذكاء الاصطناعي يمكن ان يلغي او يقلل 300 مليون وظيفة بشرية رقم مهول جدا بنتكلم عن 300 مليون وظيفة بشرية وكمان هيخلق اضطراب كبير في اسواق العمل على مستوى العالم كله ماذا يخبرنا الذكاء الاصطناعي في جوابته ده اللي هتجاوب عنه الى ايام بشكر حضراتكم على حسن المتابعة والى اللقاء في تخطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابق